طيب تعال بال الدقيقة الرابعة الدقيقة الرابعة دعاء هذا الدعاء يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيد الاستغفار سيد الاستغفار يعني أعظم أو أحسن طريقة استغفار أو أشمل أو أقوم طريقة استغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي وأبوء يعني أعترف أقر وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة من قالها من النهار موقنا بها يعني مؤمنا بها متأكدا منه فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها فمات من الليل قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة هل تتخيل حضرتك هذا العطاء الإلهي وهذا الكرم سيد الاستغفار ده وتياخد منك قد إيه والله دقيق اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أقل بكثير كمان خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهديك وعديك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تعالوا بقى نضيع وقتنا في حاجات مفيدة بدل تضيع الأوقات في كلام لا فائدة منه ونقعد نشير حاجات ونعمل في حاجات ونشوف حاجات ونقع ونخوض في أعراض الناس تعالوا بقى نستمتع بشوية اللحظات المغفرة والعفو أفضل أيام عند الله عز وجل بالمغفرة وبالرحمة